بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة ان شاء الله هناخد موقع الربح المال اسمه يوديمي دوت كوم. دي اكاديمية يوديمي طبعا لما عرفته الكورسات وكده. طب زي انا هربح منها هنعرف دلوقتي في الفيديو ده. وعشان اه ما نساش ان شاء الله في اه على تلاتين جنيه كرت شحن لأي رقم سواءة صلاة او مبنيل او فودافون قوي. اه هبعته لكم ان شاء الله بس بشرط اه شروط المسابقة انك انت تتفرج على الفيديو من اول دقيقة للاخر دقيقة انك تعمل اعجاب للفيديو انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس بس اهم شيء في برنامج هنزله والبرنامج ده بيعرف فعلا انت تفرجت على الفيديو من اوليو الاخر ولا لا? وعملت بالاعجاب وعملت اشتراك ولا لا? هيعمل بالتعليقات اه فلتر وهنعرف ان شاء الله من اللي عمل ايه الشروط واحققها. نعم حاجة بس تكتف التعليق اسمك وآآ رقم تليفون عشان ابقى احول لك عليه ويعني واقول في الحلقة الجاية ان شاء الله الفيديو الجاي. هقول لكم من اللي فايز. نخش في الموضوع. اول حاجة بتخش على آآ عشان هتسجل في الموقع. بعد كده بقول لك الاسم بالكامل الايميل الباسورد. وبعد كده بتقول له انا عندي حساب هقول له اول ما بتخش بيجي لك الوجهة دي. آآ الوجهة دي حاجة اسمها يعني ايه او الطالب. طيب دلوقتي انا عايز اللي انا اربح بقى اللي انا نزل كورسات واربح منها. يعني انا الفكرة دلوقتي اللي احنا انت دلوقتي عندك مهارة معينة وهتربح منها فلوس. طب انا هتقول لي اه محمد انا ما عنديش مهارة ولا عندي اي حاجة ولا عرف اي حاجة. ومش عايز تظهر بوشي والكلام ده. ما فيش اي مشكلة تقدر تعمل الحاجة اللي انت تعرفها. طب لو انت مش عارف اي حاجة هتضغط هنا في السرشي هنا وتكتب دي موضوعات اللي انت تقدر تبحث عنها. الاي تي والكمبيوتر لو انت محاسب الحسابات البزنس مجال الاعمال او مجال التطوير مجال الدزاين لو انت مهتم بالدزاين او ماركتنج التسويق الصحة واللياقة الموسيقى طيب انت دلوقتي مش عارف انت عايز تعمل ايه فهتقول له مثلا فوق في السرش هتقول له فري. لان لو احنا عايزين نتعلم اصلا كبداية اللي احنا عايزين نتعلم ونبقى عندنا الكورسات اللي احنا نقدر نبدأ بها. هتنزل تحت وتضغط على او مبتدئ المستوى ده زي فلتر يعني. والبرايس طبعا هنقول له فري هيجيب لنا خمسة ثلاثة ثمانمية واتنين نتيجة فقط للايه للبجنر والفري. يعني كل دي عندك دي كل ده شايف على يمين في مكتوب فري. هنا فري. هنا فري. كل دي كورسات تقدر تتعلمها. طيب ممكن تقول له فري عربك مسلا. هسيجيب لك الحاجات اللي باللغة العربية. وهتنزل تحت وتقول له بجنر. وهنقول على البرايس اهم شيء فري او مجانا. بحيس احنا مش عايزين ندفع فلوس. عايزين نتعلم الاول بدون اي حاجة. طيب. دي بقول لك هنا تفسير القرآن. هنا تعلم اللغة العربية. تعلم اسيات البلوكتشين والعملات الرقمية وطرق تأمين حسابك. ده برضو كورس جميل. كل ده مجانا يا جماعة. كل ده مجانة. اه تعلم الحروف الممتدئين تعلم مفاهمين بلوكتشين وكيفيه بناء العقود الزكية وتطبيقات اللي مركزية. اسيات التعليم الالكتروني. زيادة الانجاز في العمل. كن مميز في عملك فتتمسك بالشركات وتحتفظ بعميلك. انت ممكن تتفرج على الكورس ده. وتاخده وبعد كده بتقدر تعرضه باسلوبك انت الخاص. مساء احنا عايزين الكورس ده هضغط عليه ضغطة. هننزل تحت. بيقول لك دلوقتي المميزات الفري كورس دي. كورسات المجانية. اونلاين فيديو يعني آآ محتوى فيديو آآ على آآ اونلاين هتقدر تشوفه. بس مش هيديك شهادة ولا هيديك معلم انك انت يتبعك ولا هيديك معلم حد يبيدرس لك وبيدرس لك رسائر لو انت مش فاهم حاجة. في يعني هي عبارة عن فيديوهات بس. هتقول له انرول ناو. وبعد كده تقول له ستارت كورس. خطوات سهلة. فمنت هتقول لي انا هعد اعمل كده واعمل في العذاب ده كله مش عارف ايه. تقدر تتحكم بالجودة من هنا. مية اربعة وربعين او تلتمية وستين او ربعمية وتمينين او سبعمية وعشرين خلا ربعمية وربعين عشان دي بقى الدكة قليلة. ما ياخدش من النت. وتبدأ تقول له تشغيل وتبدأ تاخد الكورس. الكورسات عندك في اليمين هنا. دي المواضيع. للسراتيجية رقم واحد. قانون كزا ملف التطبيق. الاسئلة الشائعة. للسراتيجية اتنين. لزيزة الانجاز كون غير متاح. للسراتيجية التالتة. الانجاز اختار اقل فتنجز افضل. كل حاجة بالتفصيل. وبيقول لك كل حاجة وقتها قد ايه? تقدر تتفرج وتتعلم. طيب احنا دلوقتي اتعلمنا وزي الفل وبقينا مية مية. عايزين بقى ايه? نعمل احنا كورسات. يعني احنا عايزين احنا اخدنا الكورس ده وعايزين نعمل. هنرجع للصفحة الرئيسية. اللي هي الصفحة اللي انا كتبت فيها اللي هي الكورسات اللي باللغة العربية. بعد كده بدخل على العيكونة الخاصة باسمي. وانزل تحت. وقول له داشبورد. طب لو مش عندي اللوحة دي. وبقول له بطلع فوق هنا. من هنا اقول له او معلم. هيجي لي بقى على الصفحة دي. اللي هي الصفحة دي. دي صفحة انك انت تبقى تنشي انت كورسات. هتقول له كورس. كورس. هنا القائمة بتاعتك طبعا لو انت واقفت بالمعود بس عليها. هيبدأ يزهل لك الكورسات الاتصال الاداء الكلام ده. عايز سترجم من المواقع باللغة العربية بتتنزل اضافة جوجل كروم. جوجل ترانسليات من سوق كروم الاكتروني. وتقول له ترجمة هذه الصفحة. هي ترجمها لك باللغة العربية. بس الكلام واضح يعني ما فيوش حاجة. يعني انشئ الكورس الخاص بيك. هتضغط ضغطه. بقول لك دلوقتي اه فرس. يعني انت عايز تعمل كورس ايه? كورس عبارة عن اه اختبار ولا فيديو. طب احنا عايزين فيديو هنضغط على كورس. بعد كن اقول له كونتينيو. بقول لك دلوقتي اه عايزين عنوان للفيديو بتاعك. يعني زي اللي فوتوشوب مسلا فورم سكراتش. يعني من بداية. ولا اه اه اكسل او ايا كان. ماشي? هنقول له مسلا. اكسل. هنقول له كونتينيو. بقول لك الموضوع ديزاين ولا ديفلومينت ولا بزنس ولا يعني الموضوع اللي انت هتعمله ده ده عبر عن ايه? نقول له مسلا بورد اكتيفيدي. يعني انت جيت العمل. او نقول له مسلا. تيتشينج اند اكاديميز. نقول له كونتينيو. ولي دلوقتي اه انت هتعود قد ايه في الاسبوع تعمل الكورس ده? يعني هتعود قد ايه? ساعتين? من زيرو لساعتين? ولا من ساعتين لاربع ساعات? ولا من اكتر من خمس ساعات? ولا انا لسه ما ما قررتش? لسه ما قررتش مسلا. انا هقول له كورس. يبدأ يسألك اسئلة بيقول لك دلوقتي انت هتعمل الكورس ده المين? آآ الكورس ده آآ يعني خطط الكورس بتاعك. يعني الناس المتعلمين دول هيبقوا ايه? آآ كورس آآ هيئة الكورس عبارة عن ايه? آآ الفيديوهات اللي انت هتعملها هتنزلها الفيلم ايدت الفيلم اند ايدت كل دي خطوات هتمشي معها بس طبعا عشان الفيديو ما يكبرشي. فمش آآ يعني مش هقدر عامل كل ده. وبعد كده تقدر تسجل وتعمل كل حاجة لو انت عايز هتقول له كريت اتست فيديو. بيقول لك دلوقتي انت معاك المعدات ولا آآ ولا ناقص المعدات. هتقول له مثلا عندك الكاميرا وعندك المايك والكلام ده او ما عندكش تبدأ تاخد من فيديو عندك انت مسجله على الجهاز. لو انت بتقول له آآ يعني عايز اعدادات الجهاز اللي هو من آآ او نصيحة. نصيحة لو انت معندكش.